اشتركوا في القناة حكم عبدالله حمي دعونا فقط نمر الى تشكيلة الطاقم التحكيمة الذي سيدير مباراة اليوم الدولي عبدالباسط الشهوبي حكم ساحة ومساعد اول مروان الاحراني مساعد ثاني سوفيان عليه حكم رابع عفوا نصيب الهواري والمراقب الدولي احمد الفيتوري المباراة بدأت فريق الالي سيكون باللون الابيض وفريق الاخضر باللون الاخضر المعداد الكوت يمر بشكل طيب الكوت في جاليسرة الكوت منصور رزق دخول منطقة الجزائر لعب الكرة العظيم خطر الكرة يدخل دفاع فرصة التسديد الان التصويب الكرة على يصار الحرس رضوان توفيق تلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء ولكن سهلة سهلة بالنسبة لي رضوان توفيق لعب الكرة بممشرة الى امادو 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 هذا هو عبد الرحمة العمامي هذا هو هدف فريق الاخضر تخيلوا هذا اللاعب لاعب وسط يسجل عشرة اهدف لصالح فريق الاخضر بسطينة يعطي بعض التوجيهات بعد هذه الكرة التي مرت بالقرب من مرمى نشنوش محمود عكاشا في تنفيذ الجانبية يلعب الكرة تجاه الترهوني تصل لمحمد افتاح اقرب لامادو يلعب الكرة الخضر يلعب الكرة الان وركل الجزاء ركل الجزاء لصالح فريق الاخضر ركل الجزاء اذا يعاد لللقطة ركل الجزاء لصالح فريق الاخضر يعلن على حكم المباراة مع مطلع الدقيقة الخامسة والعشرين اعادة لللقطة تمريرة امادو كانت مثالية بالفعل والعمامي في التنفيذ في مواجهة نشنوش عبد الرحمن العمامي هل سيضيف الهدف الهدف الحادي العمامي اذا عبد الرحمن العمامي يفتتح التسجيل ويضع الاخضر في المقدمة اعادة لركلة الجزاء وعلى طريقة عبد الرحمن العمامي الذي يفتتح التسجيل ويضع الاخضر في المقدمة هذا هو عبد الرحمن العمامي بكل ثقة وضع الكرة اعادة لللقطة اذا تتغير النتيجة الان عكاشة عند محمد مفتاح العودة الخلف عند ويسام منصور رزق منصور رزق لعب الكرة في وسط المرعب تفتكاك الكرة الان عن طريق عمد سعد محاولة المراوغة ولكن ينجح منصور رزق في انتقاط الكرة لعب الكرة هناك في الجيل اليوم عند جبريل كاك تعود من جديد لعب الكرة الان لجبريل كاك فرصة فرصة تتحول الكرة الان اعادة لللقطة كان بيمكنها لعب الكرة مباشرة لكنه احتفظ بالكرة ثم لعب الكرة العرضية لكن كانت في ظهر السلتو لم تصل إليه بالشكل المثالي وضعت الفرصة على فريق الأهلي رمية جانبية تنفذ لعب الكرة في الأمام عند السلتو يعود السلتو للحصول على الكرة نتيجة المراقبة اللسيقة التي يمارسها مع خط دفاع فريق الأخضر خاصة وجدي سعيد منصور رزق وسام بسنينة وسام لمنصور رزق مجديد حتى الآن تحضير الكرة بطيئة جدا من جانب فريق الأهلي يحتاج إلى السرعة الأخضر في احتواء كل محاولات فريق الأهلي خالد مجدي يلعب الكرة العرضية تأتي رأسي عملاء خطر الكرة وهذا في التعادل وهذا في التعادل هذا في التعادل على طريق السلتو إذن ينجح فريق الأهلي فريق الأهلي ينجح في تعديل النتيجة مع مطلع الدقيقة الخامسة والثلاثين إذن إعادة للقطة كانت مثالية بالفعل من جانب خالد مجدي حضور ممتاز وارتقاء رائعة بالفعل من جانب السلتو ليسجل هدف التعديل إعادة للقطة الهدف السلتو يسجل هدف التعديل هدف مقابل هدف إعادة من زاوية أخرى ارتقاء ما بين لعبين اثنين نجح السلتو على طريقة السلتو في تسجيل هدف التعادل هذا هو السلتو ويعزف معزفته التي اعتدنا عليها هدف التعديل من جانب فريق الآلي هدف مقابل هدف مباراة وجدي سعيد حسن عباس يراوغ بشكل طيب حسن عباس في وسط الملعب لعب الكرة في الأمام حسن عباس يراوغ بشكل طيب حسن عباس في وسط الملعب لعب الكرة في الأمام تعود عن طريق خطر الكرة الآن لصالح التروني تدهيأ الكرة داخل منطقة جزاوة لكن تعود من دفاع فريق الأخضر تصل عند محمد مفتاح المراوغة والمرور وافتكاك الكرة من جانب لوك ولوجود لي خطأ تبقى لصالح فريق الأهلي طرابي لصعب الكرة في الأمام عندي الشامخ الآن من جديد من جانب فريق الأخضر لعب الكرة من جانب عبدالله عبدالرحيم ليش كوت تقدم الكوت تقدم الكوت لعب الكرة عند عبدالله عبدالرحيم فرصة لعب الكرة العرضية تلعب الكرة العرضية تأتي راسيهم لا خطر الكرة وينجع نشنوش في بعض الخطر حضور ممتاز من جانب أحمد سعد في الكرة الماضية كاد أن يضيف الهدف الثاني تتحول الكرة لتصبح ركنية لصالح فريق الأخضر تابعوا لهذا اقتناص الكرة من جانب أحمد سعد في الكرة الماضية حضور ممتاز لنشنوش تلعب الكرة الآن المحاولة قيبة لصالح فريق الأهل بطرامز هناك أن هناك صافرة ورايا صافرة ورايا فيه هذا هو الهدف الأول من جانب الأعمامي من ضربة جزاء وهذه فرحة رضوان توفيق وهذه فرحة الأعمامي وهذا هو هدف التعادل والارتقاءة الجميلة من جانب السلتو ووضع الكرة على يسار الحارس رضوان توفيق إعادة للهدف من زاوية أخرى وارتقاءة السلتو وهدف التعديل هدفين أو هدفان جميلان النصف النهائي لنتعرف اليوم من خلالها على أحد أطراف المباراة اليوم نصل عند حسن عباس أحمد سعد من جديد حتى أحمد سعد يمر لآن فرصة لعب الكرة العظية الفرصة بواتي الآن ولكن تتحول الكرة لتصبح ركلة ركنية محاولة خاطرة لفريق الأخضر وحضور منتاز لنشنوش فانتظار تنفيذ الركنية تنفذ الركنية عند أحمد سعد تلعب الكرة خاطرة فرصة التصويب ويتغير مصار الكرة التي تتحول لركنية أخرى المباراة الثاني هذه عادة لتواغلات أو تواغل أحمد سعد ولعب الكرة العرضية لكن حضور ممتاز وخروج عبدالله عبد الرحيم مع دخول منصور رزق في الكرة الماضية أو دخول لعب جبريل كاك لعب رقب ثمانة كاك الكرة الآن الكوت يسدد خطر الكرة لصالح فريق الأخضر ولكن ضاعت لأنا فريق الأخضر حسام حسن لعب أو إعادة الكرة الماضية التي تتحول لتصبح راكلة مرمى هذا هو عبد الرحمن العمامي 11 هدف مع فريق الأخضر يتابع فيه جونيور يشتوي ويروغ بشكل ممتاز مرور ممتاز فرصة لعب كرة عرضية يتلعب كرة العرضية ولكن بعيدة ثبات كل لي ثمير شمام على ذات التشكيلة في خط الدفاع الكوت الآن يلعب الكرة العرضية تأتي الرصيام لا خطر الكرة ولكن تعود من دفاع فريق تصويبة عن طريق الكوت الفريقين قدم أمثلة طيبة عن هذه الروحة الرياضية استبدال الآن لفريق الأخضر هناك بديل يستعد هو معتزب بوشين هذه عادة لكرة الكوت إذن معتزب يستعد للدخول لعب رقم 22 أيضا هو لعب مهاجم الكات الكرة في الأسرة اللي يجيب الكاك الآن من جديد اللعب الكرة تجاهل السلطة لو وجود لخطة السلطة الآن فرصة فرصة لفريق الألي فرصة والهدف الثاني الهدف الثاني لفريق الألي عن طريق الترهوني الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والعشرين إذن محمد الترهوني يسجل الهدف الثاني هدف ثاني لفريق الألي بطرابلس بعد افتكاك الكرة عن طريق السلطة ولعب الكرة العرضية وتزيل الهدف عن طريق الترهوني اللعب رقم 16 إذن تتغير النتيجة وهذا هو الهدف الثاني عن طريق السلطة وحضور طيب للترهوني افتكاك الكرة لو وجود لخطة حسب إشارة الحكم والكرة العرضية من جانب السلطة وتزيل الهدف عن طريق الترهوني الواضح أمامنا في الصورة إذن تتغير النتيجة هدفين مقابل هدف لصالح فريق الألي بطرابلس ترجمة نانسي قنقر